نحكيه قليلا على يوسفي خيعة مسيرة مخيرة نجمه قوله لا وفيتنا نرى يوسف لديك نجمي برشا عبيت تحب يوسفي ممشي لأوروبا هنا واحد من الناس نأمن اليوسف ما هو بقيرة خلقتها تونس ونا نشوف اللي يضيعنيها الحقيق نشوفه محمد صلاح في ريبيرتول نشوفه نشوفه يتقارن بالملاعبه بصراحة نشوفه رياض محرز كنت نشوفه نجم يعمل هكذا بان صحيح شواء شواء اغتيار هل تشوف غالبه صحيح نشوفه نشوفه جوار خرج من الاسبرانس يرى في روحه اللي دور متاع الاسبرانس ستار أقوى جوار في الاسبرانس في بريود اللي خرج فيه أقوى جوار في البطولة في البطولة مير بوتير مير جوار أحسن لعب كل شيء دوكو يلقى روحه في ميتس مثلا يخو في الفينوروه وبيت في منعر الشاند فمتا عندما يلعب في فرنسا يجب أن يتحمل ثلاثة واربع سنين أخرين من العذاب الذي يتحملهم لأولا ني فمتا ليس كما يتحمل القطر كان عنده وفر ميت ميتس ليس ميتس 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 وميتس يلعب ثم أخذت في الكورة أخذت الفلول أنا أخذ لك أنا أخذ لك أمم بشكل الفلول جائين جائين خليش طوك يمشونها من الفلول معناها ما حدث بهما يتحمل ما حدث حوالي ميتس ميتس كيف يتحمل جائر كيف يتحمل والأسامي الذي يتجيل قطر وقت الدوري نجوم قطر لذلك يقول لك أن ترى ماذا يحدث وأن ترى الجوارات من الجوار الكبار لذلك دعنا نمشي أنت تفحس فما خير مني يوسف لأنه يقول لك في الفيليجون كان مناع برشة حتى خير مرشة من يوسف كنت تجمع أن تكون أفضل من هذه الخير خيرة مني مستحيل أنا دائما أتمنى له الخير دائما أتمنى له أخير مني في برشة مواقف ولا في برشة حاجات دائما نضعه قبلي نحبه أخي دائما نضعه قبلي برشة يحكي دائما على مستقبل يوسف كل ملكاته يجبلد موضوع العودة الاسبرانس فما حاجة بالنسبة ليوسف مع تراجي جمعيته ولد الاسبرانس أعطى برشة للاسبرانس كل ملكاته برشة وقت ما يحب دارهم يعني كم يقول الرجل كيف وضعيته في التحيل يوسف يوسف وضعية عادية معنى بعض البلسيور قاعد يلعب تريد موشون فورم شوية وصارت لهم مشاكل جوارت الكل كما نذكر مع الانترنور اللي كان عندهم انترنور كما نحن صارنا ما قاريد وعرضك جوارت كل ما ما يعنيش به وهو عمل اوكي كسارة لهم بالضبط نصوروا بعد للراحة ويوجد شارج عن فورم ما زال عنده عام في الكنترنور باشي كامل الكنترنور طياؤه هذا الحقيقة ما حكينيش ما حكينيش في المنوار ما عندكش فكرة ولا ما تحفش جاو بالحقيقة والله لي والله ما عنديش فكرة ما عنديش فكرة